بسم الله الرحمن الرحيم طلاب العزاء طلاب الصف السادس الابتدائي أهلا وسهلا بكم من جديد النهاردة بإذن الله مع بعض كده هناخد درس الكهرباء درس الكهرباء وده هيكون الدرس التالت من المحور التاني مادة المهارات المهنية وفي الكهرباء هنقول إن هي الطاقة التي تنتجها جزيئات صغيرة جدا وبيتم تولدها بطريقتين يا إما طريقة طبيعية يا إما عن طريق الإنسان طيب الكهرباء أولاد زي ما احنا عارفين اللي احنا بنستخدمها في الإنارة وبنستخدمها في حاجات كتير عندنا في البيت وفي المصانع وفي كل مجال من المجالات لازم هتلاقي تواجد للايه دي الكهرباء صح والكهرباء دي بتعتبر نوع من أنواع الطاقة احنا عندنا طاقة حلالية وعندنا طاقة كهربائية وعندنا طاقة الرياح وعندنا طاقة شمسية كل دي طاقات دول أغلب الطاقات اللي موجودين عندنا يبقى الكهرباء طاقة بتنتجها جزيئات صغيرة الطريقة الأولى اللي بيتم توليد الكهرباء منها اللي هي الطريقة الطبيعية طريقة طبيعية ودي بتكون عن طريق البرق يمكن في أيام الشتاء وانت لو طلعت وقفت في البلكونة كده هتلاقي في برق كده بيضرب في السماء فبينور السماء كلها لو تاخدوا بالكم فدي بنسميها عن طريقة طبيعية عن طريق البرق الطريقة الثانية اللي بيتم توليد الكهرباء فيها عن طريق الإنسان الإنسان ومعظم الطاقة القهربائية بيتم أو بيتيجي أو بيتم تولدها من خلال محطات الطاقة الحرارية الطاقة الحرارية بتتحول لطاقة قهربائية وطبعا محطات الطاقة القهربائية بتبقى فيها مولدات كبيرة كده وأجهزة بيتم توليد الكهرباء من خلالها وممكن نستخدم ساعتها البنزين أو نستخدم البترول عشان نولد الطاقة الطاقة المتجددة او الطاقة صديقة البيئة فعندنا طاقة متجددة او الطاقة صديقة البيئة زي الغاز الطبيعي مثلا ده صديق للبيئة طيب زي ايه زي الطاقة الشمسية وطاقة التريح الطاقة الشمسية لو تاخدوا بالكو كده وكتبت على اليوتيوب او كتبت في جوجل الطاقة الشمسية هتلاقيه عبارة عن محطات الطاقة الشمسية بتكون الواح لونها اسود كبير كده ومحطوطة مواجهة للشمس وبيتم توليد الكهرباء عن طريق او تحويل الطاقة الشمسية دي اللي بتيجي من الشمس للالواح الكبيرة اللي موجودة ديت ومن خلال الالواح ديت بتتحول من طاقة شمسية الى طاقة كهربائية او طبعا الحاجة التانية اللي بنولد من خلالها الكهرباء طاقة الرياح طاقة الرياح لو بتاخد بالك ان فيه في بعض الافلام او لو كتبت على جوجل كده مراوح طاقة الرياح هتلاقي فيه مروحة كبيرة كده محطوطة وكل ما اشتغلت اكتر كل ما ولد الطاقة كهربائية اكتر على حسب عدد الدورات اللي بتلفها المروحة الخاصة بطاقة الرياح دي يبقى احنا بنولد الكهرباء بطريقتين الطريقة الاولى ممكن عن طريق البرق ودي طريقة طبيعية الطريقة التانية الصناعية او عن طريق الانسان وبيتم توليد الطاقة الكهربائية هنا من خلال الطاقة الشمسية او من خلال الطاقة طاقة الرياح او من خلال محطات الطاقة الحرارية او من خلال محطات الطاقة الكهربائية زي ما احنا قل مصر بتسعى الى تطوير مصادر الطاقة المتجددة وصديقة البيئة عشان تخلي قطاع الطاقة ده اكثر استدامة واكتر تنوع والطاقة المتجددة او الصديقة البيئة زي الطاقة الشمسية او طاقة الرياح اللي من خلالهم نقدر ان احنا نولد الايه؟ الكهرباء طيب احد مصادر الطاقة الكهربائية هي البطاريات تعرفين بطاريات العربية او بطاريات الموتسكلة او بطاريات التوكتوك الصغيرة دي دي بتبقى فيها مواد كميائية من جوة بيتم تحولها الى طاقة كهربائية عشان تشغلك مولد تشغلك عربية تشغلك اي حاجة من الحاجات دي واكتشف العلماء الحقول المغناطسية اللي بيتم استخدامها لتوليد نوع اخر من الكهرباء يعني الكهرباء بتيجي من اماكن كتير يا اولاد بتيجي من الطاقة اللي هي صديقة البيئة او الطاقة المتجددة اللي هي الشمسية او الرياح بتيجي من البطاريات بتيجي من الحقول المغناطسية بتيجي من محطات الطاقة الكهربائية من محطات الطاقة الشمسية اهمية الكهرباء طبعا احنا ما نقدرش دلوقتي نستغنى عن الكهرباء كبيرا لو ما بتقطع ساعتين في اليوم في الفترة اللي احنا فيها ديت بنقول فين وازاي ومش عارفين نعيش وموقف حالنا وي 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 صح فالكهرباء مهمة جدا لعشان كده بنقول الكهرباء عنصر بالغ الأهمية للمجتمع بالغ الأهمية يعني عنصر مهم جدا في المجتمع توفر معظم الطاقة لتشغيل عالمنا أغلب الحاجات أو تقريبا 90% من الحاجة عندنا أو حياتنا شغالة بالكهرباء الموبايل لو مش حنتوش فترة هيفصل الكمبيوتر مش هيشتغل الإنارة مش هتشتغل الدفاية مش هتشتغل المبرد أو التكيف مش هيشتغل العربيات مش هتشتغل الأجهزة الألات غيرها حاجات كتير مش هتشتغل فبالتالي هي مهمة جدا طيب عمال الكهرباء هم الأشخاص الذين يقومون بتركيب المعدات الكهربية وصيانتها بدونهم لا يمكن أن تعمل معظم الشركات والمنازل بشكل فعال بمعنى أن عمال الكهرباء أنت لو بازت عندك الكهرباء في البيت لازم هتجيب حد يصلحها لك كهربائي لأن أنت مش هتعرف تشتغل فيها وناس كتير بتخاف أصلا تمد يديها على الكهرباء لأنها عنصر زي ما هو مهم جدا هو خطر جدا خطر جدا فبالتالي مهمين جدا في حياتنا عمال الكهرباء مهارات عمال الكهرباء بيحتاج عمال الكهرباء إلى مهارات مختلفة عشان ينجز عمله بشكل أو بكفاءة مهارات فنية عليها لازم بيقى متقن المهنة لأن الغلطة فيها ممكن تودي حياته يعني ممكن يموت فيها لو هو عمل غلطة وهو بيستخدم أو هو شغال في الكهرباء معرفة واسعة بالرياضيات والفيزياء مهارة إدارة الوقت والتواصل وحل المشكلات الاهتمام بأدقة تفاصيل ومعرفة عميقة بالأدوات المطلوبة للمهنة طب هي إيه أدوات عمال الكهرباء بيستخدم عمال الكهرباء أدوات مخصصة غير موصلة للطيار الكهرابي لحمايتهم وحماية الآخرين من الصدمات الكهربائية أي بها هو بيستخدم أدوات عزلة أو أدوات ما بتوصلش الكهرباء عشان ما يبقاش ده خطر على حياته الكماشات والمفكات العزلة للكهرباء الشرائط الكهربائية اللاسقة اللي هو الشكرتون اللي بيستخدمها في عزل أسلاك الكهرباء قطعات الأسلاك ودي أدوات أو أصافة كده زي البنز وبيتم أطع بيها أسلاك الكهرباء مقياس الجهد الكهربائي عشان يتأكد إن السلك اللي هو بيستشغال فيه ده فيه كهرباء فعلا ولا مفهوش فدي أدوات عمال الكهرباء طب إيه هي إجراءات السلامة اللي لازم عامل الكهرباء ياخد باله منها أثناء العمل بالكهرباء من المهم جدا الانتباه إلى السلامة ياخد باله من أن الحاجة اللي شغال فيها دي خطر ولازم يبقى فيه عامل سلامة أو إجراءات سلامة أو حاجات يعملها عشان يحافظ على نفسه وسلامته ارتداء المعدات الواقية قفزات العزلة للكهرباء اللي هي الجوانتات العزلة للكهرباء النضارات الواقية عشان لو فيه أي حاجة ما تجيش في عينه تجنب الماء والرطوبة أثناء عمله في الكهرباء لأن الميا زي ما احنا عارفين بتوصل الكهرباء بشكل جيد جدا ولذلك يقولك لو أنت هتشتغل في الكهرباء ما يبقاش في مكان فيه مياه خالص عدم استخدام المعدات أو المواد الموصلة للكهرباء طب ايه المواد الموصلة للكهرباء؟ الحديد مثلا من المواد الموصلة جدا للكهرباء فلو فيه سلك لامس حديدة وانت مساكت الحديدة هتتكهرأ تدريب العمال على تركيب الأسلاك بالشكل الصحيح وبالنظام لازم العامل اللي هيشتغل في الكهرباء يبقى واخد باله ويبقى على تركيب أسلاك على شغله في الكهرباء لازم بقى واخد باله جدا وبكده نبقى وصلنا لنهاية الدرس التالت أو الموضوع التالت موضوع الكهرباء ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة هستنى منكو إجابات الأسئلة دي تحت الفيديو يمكن للطبيعة توليد الكهرباء صح ولا غلط؟ يتم توليد معظم الكهرباء من محطات الطاقة الحرارية صح ولا غلط؟ الطاقة الشمسية مصدر طاقة صديق للبيئة صح ولا غلط؟ تعتمد المحطات الكهرومائية على المواد الكيميائية في توليد الطاقة صح ولا غلط؟ توفر الشمس معظم الطاقة المستخدمة في العالم صح ولا غلط؟ إتقان قواعد الرياضيات والفيزياء ضروري لعمال الكهرباء يجب على عمال الكهرباء الالتزام بقواعد السلامة صح ولا غلط؟ مهنة عامل الكهرباء مهمة للشركات وللمنازل صح ولا غلط؟ هستنى منكم إجابات الأسئلة دي تحت الفيديو أو في المنشور الموجود في المنتلع على اليوتيوب أو على جروب الفيسبوك أو حتى على رسائل الماسنجر أو على التليجرام كل الأماكن دي متاحة معاكم ممكن تبعث لي الإجابات ولو عندك أي استفسار كمان ممكن تسيبهولي وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة هتمنى لكم التوفيق واستنونا بإذن الله في فيديوهات جايئة كتير